السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية وكما وعدتكم اليوم إن شاء الله سوف نبتدئ سلسلة bien écouté لا تذهبوا بعيدا ابقوا معي وكما سبق وأخبرتكم سلسلة bien écouté تعتمد على السماء سأبدأ في القراءة سأقرأ عليكم النص بالفرنسية بدون شرح حاولوا أن تتابعوا معي ألعنوان La présentation Pierre est un jeune garçon de 14 ans Il vit à Paris avec ses parents et sa petite soeur Julie ألعنوان 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 Toute la petite famille habite dans un grand appartement au troisième étage d'un immeuble situé près de la tour Eiffel Ainsi Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde كانت هذه القراءة الأولى سأقوم بقراءة تانية دائما حاول ما أمكن أن أمتقى ب كلمات بطريقة جيدة وبط تابعوا معي مرة تانية ألعنوان La petite famille habite dans un grand appartement au troisième étage d'un immeuble situé près de la tour Eiffel Ainsi Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde نعم كانت هذه هي القراءة التانية ل نص اليوم كما أخبرتكم إن استطعتم حاولوا فقط الإجابة على الأسئلة التي سأطرح عليكم حالا من خلال السمع إن لم تستطعوا رابط هذه الفقرة أو هذا النص موجود في أول تعليق تحت هذا الفيديو اضغط على ذلك الرابط وسوف تتوجهون مباشرة إلى موقع معلم اللغة الفرنسية وسوف تقرؤون النص مباشرة وتستطيعون الإجابة أنا أحاول ما أمكن أن أقرأ ببط من كان لديه المستوى أن يجيب فقط من السمع فليفعل ذلك المهم أنتم من يعرفون مستواكم إن لم تتوصل لذلك تذهب إلى الرابط وتضغط وسيحولك مباشرة إلى النص تقرأ النص وبعد ذلك تجيب على هذه الأسئلة جيد الأسئلة بسيطة وهي كال أج أ بيير كال أج أ بيير هذا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال السؤال الثالث هو هذا هو السؤال الثالث جيد فقط لكي تعلموا لقد قرأت لكم فقط الجزء الأول هذا نص به ثلاث أجزاء الآن اشتغلنا فقط على الجزء الأول الدرس الثاني أو القادم سوف نرى الجزء الثاني وبعده سوف نرى الجزء الثالث وفي كل مرة سوف أعطيكم أسئلة وأحاول أن أقرأ عليكم هذا النص ببطء يعني هذه هي أول مرة نتعامل بهذه الطريقة لديكم تجربة في الماضي في سلسلة جملة كل يوم أن أقرأ أنا عليكم الجملة وأشرحها لكم وبعد ذلك نصححها معا لكن الآن تجربة جديدة أنا أقرأ عليكم دون أن تروا هذا النص فقط أنتم تسمعونه تسمعون النص فقط جيد تجربة جيدة وكما قلت لكم إن لم تتمكنوا من الإجابة على الأسئلة فقط من خلال السمع لا بأس فهذا أيضا جيد وجد مفيد توجهوا للرابط واضغطوا وسوف يوجهكم للموقع بحيث ضغطة واحدة سوف تجد النص أمامك اقرأ الجزء الأول الذي يهمنا اليوم وحاول إجابة على الأسئلة والأسئلة هي موجودة أيضا في الأسفل إذا توجهت للأسفل سوف تجد الأسئلة مكتوبة باللغة الفرنسية السؤال واحد واثنان وثلاثة أظن بهذا الشكل شرحت لكم كل شيء يهم هذه السلسلة وأنا أنتظر النتائج لم يبقى سوى أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر